النهاردة حبيبي اعمل معكم تجربة بكل امانة وصدق الوصفة دي مشهورة على اليوتيوب اضافة الزيت على الخل لترجعي الزيت جديد تاني فتبعيني لهاية الفيديو عشان تشوفي معي الطريقة خطوة بخطوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في اللاف مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي دلوقتي بقى يا حبيبي قلت لانا اجرب معكم الوصفة ديك واتكلم معكم كده بكل امانة وصدق اه جبت كوباية زيت حبيبيت اللي انا اعمل في زيت مستعمل الزيت كبان دهوت متاع الايه متاع الي السبك فدوقتي ايه حقلت بقى اللي انا اعمل فيه عشان اورركم بكل امانة وصدق حطيت الكوباية كوباية الزيت في قلب الايه في قلب المقلية وحاخد شوية من الخل يعني حوالي اه يعني تلات معالق كده كبار من الخل زي ما احنا شايفين حابة صغيرينا وبنبدأ اللي احنا بنحطوهم انا حطوتهم بمطرح الزيت في الكوباية عشان يعني تبقى سهل علي كمان اللي انا ما اجي اخصي الكوباية ما انا تبقىش مدهلينة جامد يعني فدوقتي حطيته ودوقتي بقى ايه حناخد بقى المقلية ديك ونحطها الاول حنقلق نقلق بس لحد الزيت كده ما يختلط مع الخل كويس وبعد كده حنبدأ اللي انا نحط الايه المقلية ديك على البتجازة فهي مش كل حاجة اللي انت تشوفيها تروح تجربيها انا عامل الفيديو ده ليه لان فيه متابعين بعض المتابعين سألوني وقالولي ايه رأيك يا حنان تعملنا تجربنا لاضافة الزيت على الخل هي وصفة ديت فعلا بترجع الزيت جديد تاني ولا لأ فانا حبيت اللي انا اعمل الفيديو عملي ومش كل حاجة اللي انت تشوفيها فتروح تجربيها فعشان كده عامل الفيديو ده معاكم فدوقتي بقى ايه كده الزيت يغلبته كويس تعالوا بينا بقى ايه نحط المقلية كده على النار ونشوف ايه اللي هيحصل لا تابعوا لي فعني انا مصور بكو كل حاجة خطوة بخطوة اه فزي ما احنا شايفينه هوت كده بقى نحط المقلية كدهات ايه على البتاجزة انا ولعت البتاجز وليسه حطاها دلواتي اه عنجيب غطة ونغطيها اهم حاجة لازم تغطي تغطيها كويس انا غطيتها هوت زي ما احنا شايفين وطبعا هو هاول ما هيبدأ الزيت يسخن عايحصل ايه فرقعة عايحضي يفرقع كده هوت يعني ادي لو ما مسكتيش كمان على فكرة اه لو ما مسكتيش الغطة ده الترتاشة متاعة الزيت الفقاكية الجامدة اللي عا تسمعها صوتها دي واتي ما كتمتش الصوت متاحها فا يعني كانت حتنطل كمان الغطة من الايه من المقلية فهيا بقولكم مش كل حاجة اللي انتو تشوفوها تروحي تعبيريها ممكن تكوني واقفة في المطبخ اه اولادك جنبك ابنك داخل بنتك داخلة اه فا انت بتعبيري حاجة زي كده وشايفها هو عايزة ترجعي الزيت جديد تاني فانتي يعني يعني بصوا بصوا يعني سابعين بصوا كمان الغطة هتلاقول هو بيبدأ يتحرك من الجنب ازاي اه ويعني يعني بصراحة مصوراتكم كل حاجة بكل امانة وصدق فهو دلوقتي انا حاول بقى لانا نمسك الغطة ده من فوق ليه؟ علشان طبعا اه الكل ما هيبدأ يسكن اكتر الترتاشة والفقاقعة تزيد اكتر اه السطر اللي انتم سامعينه فطبعا اه يعني حبيت اللي انا اقدم لكم الوصفة ديت وطبعا انا عملت قبل كده تصفيت الزيت وازاي نرجعه الزيت ترجعين زيت لونه فاتح وجديد الزيت المستعمل على قناتي الاولانية وطبعا الطريقة عاسبها لكم في الشاشات الدهية تقدروا اللي انتم تشوفوها طريقة سهلة وبوسيطة يعني يعني الطريقة دي صعبة شوية بصراحة يعني صعبة صعبة خالص يعني انت لو واحدة شافت الطريقة ديت يعني ومغطتش بالغطى انا كده بقى ايه اه حطيت ايدي طبعا اه على الغطى وترنت مسكية كده هوت لان انا لو ما كنتش حطيت ايدي في الخطوة ديت الغطى كان ممكن يتنطر كده هوت من كتر الايه الفكاكية اللي هي بتحصل الخل كده هوت مع الزيت طبعا هما بيوعد يقولوا ايه ده الخل بينقل الزيت في خطوة ديت الخل مش عارف ايه اه الخل في الحتة ديت اه خل انا استخدمت الزيت مطرح سمك عشان اجرب فيه اه بيقضي لك على ريحة السمك بس اه الزيت يعني بيقضي عليك بس مش معنى كده انت بتاخدي الزيت ده في حماري فيه بطاطس اه لا فانت بتستخدميه يعني لو عايزة تستخدمي بتستخدمي تاني الزيت اه مطرح ايه اه مطرح سمك بس انا الزيت اللي انا بجرب فيه ده معكم مش هستخدمه لف سمك ولا هستخدمه في اي حاجة هو كده خلص خلص خالص بل اما الترتاشة بتبدأ اللي هي تهدى خالص بتبدأي خلاص تطفي البتاجاز ويبقى كده ايه المفروض اللي هو خلص كده ايه معاكي طيب هل الطريقة ديت بترجع الزيت اللي لونه فاتح زي ما بيعودوا يقولوا في الفيديوهات اه لا طبعا يعني انا عملت معاكم الطريقة بكل امانة وصدق هي اه تقديلك على ريحة الزفارة بس بس مش اللي انت تاخذي وتقلي فيه اه تقلي فيه تالي يعني اه مطرح تقلي فيه سمك سمك او تقلي فيه مطاطس او تقلي فيه اي حاجة تانية يعني لا اه هي يعني الوصفة ما حبتهاش بصراحة فانتو طبع الوقت بقى ايه يعني انا جبت كباية واجبت مصفة ومنديل وخلت سنان قلت عشان اصفيه اه كويس وهل هو حيرجع تاني يعني اه جديد اللون متوع يبقى فاتح فحنتبع ايه مع بعض نحطه في الكوباية واللون متوع يظهر كمان في الكوباية الا بالعكس كمان يعني هو مع بالما بيستنى على النقرة ولما بتجي بتعملي الطريقة ديت وتقفلي عليه وتستنى الفقاتية لما تهدى ومستنى الخل الخل بقى كده لما يتبخر ويبدأ بقى الزيت يرجع تاني يبقى فاتح بالعكس اللون كمان بتاعه بيغمق كمان بياخد درجة لون اغمق من اللي انت حطاها كمان ويعني مش بيديلك لون فاتح ولا اي حاجة يعني فهي الطريقة هي الطريقة مش حلوة طريقة فشلة وبالعكس فيها خطر كمان على صحتك يعني اللي انت دا ما تبقى وقفة ولو انت بتعملي حاجة ومغططهاش او واحدة بتعمل ومش عارفة اللي هي محطة معلومة اللي هي تغطيها فممكن الترتشة دي تأذيها انا مش عايزة اتكلم طبعا انتوا فاهمين قصدي اه فهي عا تسبب لها ايه اه مشاكل صحية فخطر جدا اللي انت تعملي الوصفة دي من غير ما تغطي الزيت اه زي ما سمعنا كده هوت واسبتكم مقطع ترتشة الزيت والفكاكية وكده هوت اه طبعا كانت جامدة جدا نه فلو ما كانش متغطي انا كان زي ما حصل لحاجة يعني فزي ما احنا شايفين فعشان كده حبا لنا اشارك معاكم التجربة دي المتابعة اللي هي كانت سايلاني وطبعا انصحها اللي هي ما تعملش الطريقة دي فيه طرق تانية اللي هي تخلي الزيت يرجع للونه الطبيعي اللون فاتح زي ما احنا شايفين طبعا هنا بعد ما اعملته انا كانت بالكم جنب الكوباية وقبل ما اعمله يعني اتلاحظوا كمان يمكن الكوباية اللي هي قبل ما اعملها كانت فتحة شوية كمان يعني الزيت بالعكس لما انا اتعمل اللون بتاعه مقق شوية كمان فهي الطريقة دي مش حلوة وانصحكم اللي انتم باتعملهاش وطبعا يعني خلي بيش بيرجع الزيت للونه للون فاتح حتى لو اللون الزيت غامي يرجعلك الزيت فاتح لكنك جايبة زيت جديد يا جماعة ممكن يكونوا بيبدلوا بيعملوا معاكم الطريقة بس يجبلكوا في الاخر كوبات زيت جديدة ويقدبوا لكم الوصفة فطبعا بس ايا الوصفة بصراحة هي منصحش ان انت تعمليها شكرا للمشاهدة السلام عليكم